بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين درس هذا اليوم عن الحديث الحسن ونبدأ بتعريفه فنقول في تعريفه في اللغة هو صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال أما اصطلاحا فقد اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن وذلك نظرا لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف ولأن بعضهم عرف أحد قسميه وسأذكر بعض التعريفات ثم أختار ما أراه أوفق من غيره فمن هذه التعريفات أولا تعريف الخطابي فقال فيه هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء التعريف الثاني تعريف الترمذي فقال فيه كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن أيضا هناك تعريف للحافظ ابن حجر قال فيه وخبر الآحادي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته فإن خف الضبط فالحسن لذاته إذن ابن حجر يرى أن الحديث الحسن هو الصحيح إذا خف ضبط راويه أي قل ضبطه وهو خير ما عرف به الحسن أما تعريف الخطاب فعليه انتقادات كثيرة وأما الترمذي فقد عرف أحد قسمي الحسن والأصل في التعريف أن يعرف الحسن لذاته لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد طرقه بناء على هذه التعريفات نذكر التعريف المختار فبناء على ما عرفه ابن حجر فنقول هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذود ولا عل حكم الحديث الحسن هو كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة ولذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ من المتشددين وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا من الأمثلة على الحديث الحسن ما أخرجه الترمذي قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف الحديث فهذا الحديث قال عنه الترمذي حديث حسن غريب وكان هذا الحديث حسنا لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر ابن سليمان فإنه حسن الحديث لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن مراتب الحديث الحسن كما أن للصحيح مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض كذلك فإن للحسن مراتب وقد جعلها الذهبي مرتبتين فقال فأعلى مراتبه مختلفة في تصحيح حديث رواته وتحسينه الاختلاف بين التصحيح والتحسين كحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده وحديث عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده وحديث ابن إسحاق عن التيمي وأمثال ذلك مما قيل أنه صحيح وهو من أدنى مراتب الصحيح المرتبة الثانية مختلفة في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث ابن عبد الله وعاصم ابن ضمره وحجاج ابن أرطاء هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم